نبدأ على طول بفوز الاتحاد السكندري على فارقه شفت المباراة زي وهل كان فوز مستحق؟ بصي يعني الاتحاد السكندري بداية جديدة مع مدير فني يعتبر متمرس لحد ما في الدور المصري بابا فسيليو طبعا ليه تجارب قبل كده سواء بتتكلم على ودي دجلة من كم سنة ثم طبعا بتتكلم على البنك الاهلي وفرق اخرى يعني فبالتالي هوية جديدة ده ما بيميل هواية الاستحوازية اكتر فلسه برضو ما تقدرش تحكم حكم مطلق لكن بداية جيدة بداية مميزة الجمهير الاسكندرية يعتبر بتفكرنا من نفس البدايات اللي كانت من الموسم قبل الماضي لما كان المدير الفني الكرواتي مع الاتحاد السكندري لكن طبعا احنا محتاجين نشوف استمرارية في الفوز الاتحاد السكندري عشان خاطر يدي طمأنينة كده الجمهير الاسكندرية انحنا محتاج شوف الاتحاد ومعظم الأندية الجمهيرية في بطولات أفريقيا الموسم الجاية ان شاء الله بإذن الله ان شاء الله زمالك كمان كان ليه مباراة مع انبارح مع البنك الاهلي شفت أداء زمالك زي خاصة يعني بعد مباراة السوبر المصري واخسرته ليها كان يعني متوقع أنه هل الأداء هيتراجع هل يكون كويس لكن النتيجة كانت ثلاثة اتنين شفت الأداء انبارح كانت دائما بسي والزمالك دائما على يعني موعد كده في الأهدف القاتلة مع البنك الاهلي يمكن انبارح عبدالله سعيد سجل الهدف رقم 130 ليه في الدور المصري بيعتبر أكتر لعيب سجل الهدف في الدور المصري منهم 35 ضربة جزاء تكلمي على يعني ده يمكن تالت مرة الزمالك يكسب البنك الاهلي فوقات زي منتلك قاتلة 2002 الهدف الشهير بتاع يوسف مسامنة به السنة اللي فاتت 2023 هدف شيكابالا في دي 96 وانبارح هدف دي 97 لكن برضو كل ده محمد مقللش من قيمة وجودة أفكار كابتن طرق مصطفى ومدير الفني البنك الاهلي وازاي قدم مباراة بصراحة جيدة جدا جدا خلى دايما الزمالك يعني محصور في التالت الأولاني كان عاجز على الخروج بالكورة يمكن كان الحلول اللي دايما بيرجأ لها جميز هو نزول عبدالله سعيد الاستنامة بين قلبين الدفاع والاستنامة والتمرير الطولي خلف المدافعين يمكن البنك الاهلي كان في أغلب المباراة كانت أفضل من نادي الزمالك وابتدأ يستغل يعني بطء أحيانا قلبين الدفاع سواء المسلوسي أو حسام عبد المجيد يعني كل ده ناتج عن أن فعل البنك الاهلي لمس الكورة داخل منطقتك جزاء نادي الزمالك حوالي 18 مرة وده رقم خلي بالك كبير كبير أن انت بتلاعب يعتبر فرق مش كلاس ايه وانت بتحرجها كأهلي أو كزمالك وده اللي هنتكلم على أكتر برضو على سراميكا ولكن المجمع العام الزمالك قدر يستغل بعض الأخطاء الفردية على مستوى اللعيبة أو مستوى يعني جودة اللعيبة في البنك الاهلي خصوصا في التلت الأولين أو تلت المدافعين سواء محمد بسيوني في الكورة العرضية اللي كان سيق فيها فعلا محمد بسيوني في غرف الأيمن البنك الاهلي قبل هدف الأول لدي الزمالك ثم بعد كده التزديد كانت بالزبط كده الله يعني ثم بعد كده الهدف الثالث اللي ده ما جيه في وقت قاتل جدا نتيجة ضرب الجزاء طبعا نتيجة لمس الكورة قبل ما تبقى فول ورجع كابتن محمد عادل لتقنية الفار ثم بعد كده رجع احتسب وأكد ركلة الجزاء وهدف مميز في عبدالله سيد في وقت قاتل لكن المجمع العام ده بيدي برضو جرز انذار لنادي الزمالك ان انت برضو داخل أمام دوري صعب دوري قوي لازم جميز يبتدي يفكر في الصفقات اللي هو محتاجة في نير الجاي عشان برضو حتى الآن سكواد نادي الزمالك لسه برضو ينقصه بعض العناصر على المستوى الأمامي وكمان على المستوى الدفاعي برضو